فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كان المسلم في أثناء الاحتضار فهل يجوز لنا أن نجتمع حوله ونقرأ القرآن لأن بعض الناس يقرأوا سورة ياسين ورد في سورة ياسين أن تقرأ على المحتضر لكن الحديث ضعيف المحتضر الذي ثبت أنه يلقى أن يقول لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فإذا قالها يسكت ولا يكرر عليه إلا إذا اشتغل بعد ذلك بشيء آخر أو تكلم بكلام فإنها تعاد عليه بلطف ورفق حتى يتذكرها ويعيدها نعم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله مرتبة على أبواب فقهية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة يكتبع